موسيقى النشرة ورئيسة من الاقتصادية الأولى والبداية بأبرز العنو ناذير العرباوي يتسلم مهامه وزيراً أول خلفاً لأيمن بن عبد الرحمن موسيقى وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني يعرض حصيلة نشاطات القطاع خلال ثلاث سنوات الماضية ويؤكد اتخاذ الإجراءات لمواكبة التغيرات الطارئة موسيقى منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراع الفاو تكشف عن تضاطئ وطيرة ارتفاع أسعار الغذاء وتقول أن الإنفاق العالمي على الطعام بلغ تريليوني دولار موسيقى أهلاً بكم مشاهدنا العزاء إلى التفاصيل بدايةً تسلم مساء اليوم نذير العرباوي مهامه وزيراً أول خلفاً لأيمن بن عبد الرحمن بعد تعيينه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في منصبه الجديد خلفاً لأيمن بن عبد الرحمن الذي أنهيت مهامه حسب بيان لرئاسة الجمهورية كما عين رئيس الجمهورية بوعلام بوعلام المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات مديراً لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد هذه بدء اسمحوا لي أن أجدد شكري لسيد رئيس الجمهورية على الثقة السامية التي وضعها في شخصي المتواضع من أجل تسيير أعمال الحكومة في الفترة الماضية تجديداً لالتزاماته وبرنامجه الثريء من أجل جزائر جديدة وكما أهنأ أخي سيد ندير العرباوي على هذه الثقة السامية التي نالها من طرف السيد الرئيس الجمهورية وهو أهل لها وأتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في هذه المهام الجزيمة مضياً ويمضي بالجزائر للأفاق التي نرجوها جميعاً إن شاء الله تجشيداً لما تبقى من التزامات السيد الرئيس الجمهورية فمباركاً له هذه الثقة وأعانه الله على هذه المهام الجزيمة شكراً لكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم في هذه اللحظة وأنا أتشرف بتسلم هذه المهمة السامية كوزير أول أود أن تكون عباراتي الأولى موجهة إلى السيد الرئيس الجمهورية عبارات الشكر والتقدير والعرفان على ثقته السامية وعلى التشريف بهذه المهمة السامية خدمة للوطن وخدمة للجزائر الجديدة أتمنى أن أكون على مستوى هذه الثقة وأنني كل عزم وإرادة على تنفيذ برنامج السيد الرئيس الجمهورية الطموح والذي وضع الطابع الاجتماعي للاقتصاد الوطني وبالتالي المواطن الجزائري فوق كل اعتبار بهذه المناسبة كذلك لا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل إطارات السامية برئاسة الجمهورية على ما حظيت به من مساعدة طيلة ممارسة مهمي كمدير ديوان برئاسة الجمهورية وما لمست فيهم جميعا من تفاني في العمل ومهنية عالية وحرص على خدمة هذا الوطن العزيز أقول لأخي سيد الوزير الأول أيمن أشكرك على العباراتك الرقيقة وعلى تهانيك أتمنى لك كل النجاح والتوفيق وأيضا كل الشكر والتقدير على الجهود التي بذلت في خدمة هذا الوطن بكل تفاني ونزهة عالية وخلق عالية كذلك فأتمنى لك كل الخير والسعادة والهنى وشكرا جزيلا بما أننا في شهر نوفمبر كذلك لا يفوتني أن نترحم على أرواح شهداء الأبرار في هذه الشهر التاريخي والمبارك تفاصيل عن السيرة الذاتية لنذير العرباوي تتابعونها في تقرير رضوان بوسق بدأ نذير العرباوي مسيرته المهنية كمحام مسجل في نقبة المحاميين الجزائرية قبل التحاقه بوزارة الخارجية كدبلوماسي تقلد خلال مصاره الدبلوماسي الطويل عدة مناصب منها سفير الجزائري لدى باكستان ومديرا عاما للشؤون القانونية والقنصلية بالخارجية وكذلك فيما بعد مديرا للمغرب العربي ثم للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية دائما كما عين ممثلا للجزائر في الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي وسمي كذلك عضوا لمجلس إدارة المركز المغاربي للدراسات والبحوث ما الذي يخشاه المغرب من تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية إذا كانت الصورة مثالية كما يدعي ثم سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية استدعي نذير العرباوي في أكتوبر 2019 من منصبه كسفير في القاهرة وممثلا دائما للجزائر لدى جامعة الدول العربية استدعي إلى الجزائر وعين مستشارا لوزير الخارجية أنداك رمطال عمامر قبل أن يعين في سبتمبر 2021 ممثلا دائما لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك شغل منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية قبل تعيينه وزيرا أول في موضوع آخر أعطى وزير أطاقة والمناج محمد عرقاب صبيحة اليوم إشارة الانطلاق بمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بيتالا حمزة بوادي أميزور في بيجايا بالشراكة بين مؤسسة سونراما وشركة تيرامين الأسترالية حيث يهدف المشروع إلى الرفع من القدرات المنجمية للبلاد تفاصيل أكثر مع صار علالي مشروع الزنك والرصاص في تالا حمزة بيجايا هو نتيجة ثمرة تعاون مشترك بين المجمع الصناعي المنجمي سونراما وشركة تيرامين الأسترالية يهدف لرفع من القدرات المنجمية للبلاد مع الحرص التام على احترام الجانب البيئية أن كل الترتيبات وفرت وجهزت للانطلاق الآمن من ناحية التقنية ومن ناحية الاستغلال لهذا المنجم بالنسبة لصناعات الصلب كذلك فيه احتياج كبير اليوم نحن نعرف أن الاستثمارات في صناعة الصلب الآن أصبحت استثمارات كبيرة في الجزائر كل هذه الاستثمارات تحتاج إلى هذه المواد بإنتاجها وتثمينها سنسمح لكل المصانع الموجودة في هذه الصناعات أنها تستعمل المواد المنتجة محليا المشروع سيوفر حوالي 800 منصب عمل مباشر وأكثر من 400 ألف منصب غير مباشر وستعطى الأولوية في التوظيف لشباب الولاية كما سيتم تعويض ذوي الحقوق عن أملاكهم التي تم التنازل عليها لصالح المشروع في إطار المنفعة العامة للبلاد المشروع الذي يوضعه بالنسبة للتوظيف العدد هو قرابة 800 عامل بين إطار وتقني وكذلك العامل بسيط فحوالي 800 عامل سيكونوا مباشرة توظيف مباشر للمنجم وفي المناجم يعني في كينة واحدة المقياس النورم يقول لك لكل عامل مباشر يخلق أربع عمل غير مباشر هذه المقياس تكلفة المشروع بلغت 471 مليون دولار وأطلق عليه اسم المشروع الواعد الذي دخل مرحلة التجسيد وسيدخل مرحلة الإنتاج سنة 2026 لتغذية الاحتياجات الوطنية وتصدير الفائد في الإنتاج مستقبلا إلى الخارج أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني على لقاء وطنية جمع إطارات القطاع لتقديم حصيلة إنجازات البرامج التنموية والنتائج التي تم تحقيقها خلال ثلاث سنوات من العمل وكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة التغيرات الطارئة المزيد مع سعيد إباوي التزام وزارة الفلاحة طيلة ثلاث سنوات متتالية بإشراك كافة الفاعلين والمهنيين من خلال لقاءات دورية مستمرة قصد تحقيق الأهداف المسطرة على غرار رفع الإنتاج والمردود في الشعب الاستراتيجية وكذا حماية الثروة الحيوانية حقائق ميدانية تتعلق بإنجازات عدة حققها قطاع الفلاحة والتنمية الريفية خلال السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجد تبون وتجسيدا لمخطط عمل الحكومة إصدار سبعة وخمسون نصا قانونيا جديدا أمر من شأنه أن يعيد القطاع إلى السكة كخطوة إيجابية نحو رفع مختلف العلاق للإدارية وتجسيد إنجازات ملموسة أذكر على سبيل المثال أولا تسهيل إنشاء التعاونيات الفلاحية واحتماد مكاتب الدراسات الخاصة بالفلاحة والتنمية الريفية تطهير العقال الفلاحي واسترجاع الأراضي الفلاحي الغير المستغلة بما سمح من إدخال 113 ألف هكتار ضمن محفظة الديوان تطوير زراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية لوداس على مستوى ولاية الجنوب وللقضاء على تلك الطوابير التي ألهقت كاهل المواطنين بسبب الندرة في الحبوب ومسحوق الحليب تم تحقيق مخزون استراتيجي يغطي الاحتياجات الوطنية على المدى البعيد مخزون استراتيجي من الحبوب ومسحوق الحليب فقد تضاعف بصفة محتبر أخير السنتين بما أدى إلى تحقيق وفرة هذه المواد في سوق واختفاء بعض الظواهر التي تذكرونها بالندرة والطوابر وذلك بفضل إعادة النظر في شبكة التوزيع شبكة إنتاج وتوزيع تحت مراقبة المصالح المختصة أي مصالح وزارة التجارة ومسح الأمن الاستغلال الأمثل للثروة الغابية الاستراتيجية سيما ما تعلق بمشروع إنجاز وتطوير السد الأخضر على مساحة مليون هكتار إضافية معطيات وإجراءات جاءت لبعث القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر أطلقت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي استراتيجية وطنية لتجسيد مفهوم الاقتصاد الأزرق في ظل مساعي الدولة إلى تحقيق التنمية المستدامة أكثر تفاصيل مع خليدة فيس استغلال البيئة البحرية ومواردها لتحويلها إلى ثروة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة هي الرؤية الاستراتيجية التي خططت لها وزارة الصيد البحري من أجل خلق توازن مستدام بين الاستخدام والحفاظ على البيئة هذه الرؤية هي الاقتصاد الأزرق هذا البرنامج هو برنامج مووي من طرف الاتحاد الأوروبي في الجزائر بالشراكة مع وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية كما يساهم في هذا البرنامج كل جميع القطاعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبحر يهدف هذا البرنامج إلى التنمية المستدامة في الاقتصاد الأزرق وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية حلول 2030 هذه الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد الأزرق قامت بها وزارة الصيد البحري استخدام الموارد البحرية لتطوير النمو الاقتصادي مع الحفاظ على صحة المدن الساحلية وهذا يشمل جميع أنشطة البحر على غرار الصيد تربية المائيات خدمات النقل بالموانئ وكذا الاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة كل هذه الموارد تدخل ضمن ذات الاستراتيجية برنامج نتعنا يساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال مرافقة هذه القطاعات الشركة في عدة مجالات كنت نذكر على سبيل المثال التكوين، المرافقة التقنية، الخبارات، الدراسات وهذا لمساعدة المتعاملين الإداريين سواء كانوا إداريين أو خواص لتطوير نشاطاتهم وخلق مناصب الشغل مواكبة العصرانة والتطوير خاصة في مجال الصيد البحري وتربية المائية لما يشهد هذا القطاع من تطور خاصة فيما يخص المدخلات، الوسائل، التقنية الصيد ومرافقة الوزارة الشركة لتقدم بهذا القطاع تعزيز قطاع الصيد البحري وتربية المائية والإدارة المستدامة للموارد الصيدية أهداف تسعى وزارة الصيد البحري لبلوغها من خلال استراتيجية الاقتصاد العزرق آفاق 2030 ستطلق الصيدلية المركزية للمستشفيات ثلاث تطبيقات جديدة قريباً لتسجيل ومتابعة مخزون المؤسسات الاستشفائية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأعلنت أنها قامت بتلبية أزيد من 80 ألف طلب عبر المنصة الرقمية لدعم المستشفيات بالأدوية التقرير لأميرة أمكداش التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الصحة بدأ يأخذ مجراه الحقيقية في المؤسسات الاستشفائية حيث سيتم إطلاق تطبيقات جديدة في الأيام المقبلة لتسجيل ومتابعة المخزون بحدث تمكين مستخدمية الصحة من الإطلاع على تسيير مخزون الأدوية والتعارف عن الاحتياجات الحقيقية لكل مؤسسة استشفائية في الوطن من أجل تغطية الاحتياجات يمكن للتكنولوجية أن تساهم في إدارة مخازن الأدوية بطريقة دقيقة وعلمية وهذا بتسيير المخزونات واللوجستيك بمعنى العمل بطريقة تجعل منه قادر على تلبية طلبيات الزبائن أو المستعملين في كل الأوقات وهذا هو المطلوب من هذه التطبيقات وهذا يعني أن المخزون يلبي احتياجات في ظل الظروف اقتصادية وعقلانية هذه التطبيقات ستسمح في حال نفاذ المنتوج لدى الصيدلية المركزية باغتناء الأدوية في إطار التبادل كما تعمل بجميع وظائفها على تنظيم وتسيير ومراقبة المواد المنتهية الصلاحية وتجنبهم تهريب بعض المواد خارج المؤسسة الاستشفائية هي مراقبة البضائع الواردة والصادرة ثانيتها مواعيد التسليم والتحقيق من موثوقية الموردين كذلك تقييم نوعية البضائع وهي النقطة المهمة وهي التنسيق عملية إدارة المخزون مع الإدارات وهي مستشفيات الصيدليات المستشفيات أزيد من ثمانين ألف طلب عبر المنصة الرقمية تم تلبيتها لتزويد المؤسسات الاستشفائية بالأدوية والمستلزمات الطبية حيث أن أثر الرقمنا في قطاع الصحة سيكون فعالا ناحية التنظيمية أنه سيساعد على الاستغلال الأمثل للموارد المالية إضافة إلى عامل ربح الوقت والتخلص نهائيا من استخدام الورقة بالوثائق الإدارية نظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمدرسة الوطنية للإدارة يوما دراسيا حول قدرة الأقاليم على الصمود أمام الفيضانات حيث حضر اللقاء ممثل مختلف القطاعات الوزرية المعنية منيح النون والتفاصيل رؤية مشتركة لمختلف الجهات الفاعلة حول مشكلة الفيضانات في الجزائر كانت من بين أهداف اليوم الدراسي المنظم حول قدرة الأقاليم على الصمود أمام ظاهرة الفيضانات في وقت ينتظر منقشة القانون الجديد المتعلق بتسيير خطر الكوارد في إطار التنمية المستدامة تم تحضيره وإعداده منذ سنتين وكان تم هذا التحضير بمشاركة كثير من الخبراء أكثر من ثلاثمائة خابير في إطار اجتماع وطني عدد المواد الجديدة التي أدرجت في إطار هذا القانون تتعدى ثلثي النص الإطار العالمي تغير منذ 2015 وجاء إطار سنداء يعني إطار جديد الذي آتى بمفهوم جديد ومقاربة جديدة التي تنتقل من تسيير الكارثة إلى مفهوم تسيير خطر الكارثة استباقوا الاضطرابات الجوية والتصدي لها بغض النظر عن الخصائص التدارسية لكل إقليم يتيح ذلك الصمود أمام ظاهرة الفيضانات إشكالية صمود الأقاليم للفايضانات ونحن طرقنا باش نتلقوا مع كل الفاعلين في الميدان ونتحوروا ونتنقشوا واش لازم نديروا باش الستراتيجية الوطنية تكون عندها مصدقية أكثر في كل الأقاليم وكي نتفادوا هذه الخسائر البشرية والمادية على الصعيد الاقتصادي تسبب الفيضانات خسائر فادحة للممتلكات والبنية التحتية يؤثر ذلك على السكان والخدمات الأساسية مما يتطلب جهودا متواصلة للتخطيط والاستجابة الفعالة أثناء إدارة الأزمة الطبيعية دوليا قررت السعودية ذخست ثمارات قدرت بـ 41 مليار دولار لاقتناص فرص الخام في القارة الإفريقية في خطوة تؤكد عزم المملكة على تطوير التعاون والشراكة في دول القارة السمراء المزيد في تقرير نور اليقين العراجي أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال افتتاح أعمال القمة السعودية الإفريقية الأولى في الرياض عن إطلاق مبادرة تشمل مشروعات وبرامج مائية في دول القارة بقيمة تتجاوز المليار دولار على مدى عشر سنوات من جهة أخرى قال ولي العهد أن السعودية قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية مبرزاً أن المساعدات التي قدمتها السعودية لدول القارة بلغت أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة إضافة إلى ذلك فإن السعودية تنوي ضخ استثمارات في مختلف المجالات بقيمة تزيد عن 25 مليار دولار وتمويل وتأمين 10 مليارات دولار من الصادرات وتقديم 5 مليارات دولار تمويلاً تنموياً إضافياً لإفريقيا حتى سنة 2030 وكما جاء في العنوين توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة استمرار الإنفاق العالمي لاستراد المواد الغذائية بالارتفاع خلال هذا العام لكن بوتيرة تقل بكثير عن العامين الماضيين بسبب تباطئ ارتفاع إلى الأسعار ويتوقع أو يتوقع أن تنفق الدول 2 تريليون دولار بمن استراد المواد الغذائية والمشروبات قبل أن نفترق مشاهدين الكرام هذا تذكير بما جاء في النشرة نذير العرباوي يتسلم مهامه وزيراً أول خلفاً لأيمن بن عبد الرحمن وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني يعرض حصلة نشاطات القطاع خلال ثلاث سنواتنا الماضية ويواكد اتخاذ الإجراءات لمواكبة التغيرات الطارئة منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراع الفاو تكشف عن تباطئ وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء وتقول أن الإنفاق العالمي على الطعام بلغ تريليوني دولار ختام النشرة شكراً على الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر